لم تعد تمتلك الأحزاب السياسية القدرة على التحكم برئيس الوزراء أو فرض وزراء عليه كونه ليس مرشحا لتحالف معين وجهة نظر تتبنىها كتلة سائرون لإتاحة فرصة أكبر لرئيس الوزراء الجديد من أجل تشكيل كابنته الحكومية وفق ما يراه مناسبا أن الأحزاب السياسية لم تعد تمتلك القدرة والقوة على أن تقول لي هذه الوزارة السيادية أو هذه الوزارة الخدمية ولم تعد تمتلك القوة والقدرة على أن تقول هذا المرشح هو مرشح الوحيد وبعيدا عن هذا الموقف المعلن لكتلة سائرون الذي قد تختلف معه كتل سياسية من داخل تحالفه فإن تحالف البناء يرى أن الخيار ما يزال للكيانات السياسية في ترشيح عدة أسماء لرئيس الوزراء ويعطائه الحق بقبولها أو رفضها حيث بدأ رئيس الوزراء بالفعل استقبال قوائم بأسماء مرشحي الكتل ولعدة وزارات فيما يتعلق بالقوة السياسية التي تريد أن ترشح وزراء الكابنت الوزارية فلها أن ترشح أكثر من المرشح وللسيد لكل وزارة وللسيد رئيس الوزراء المكلف اختيار شخص وناسب بين هؤلاء المرشحين وله حق رفضهم جميعا وأما أن يأتيوا بمرشح جديد أو يأتي السيد عبد المهدي بمرشح لهذه الوزارة المرشحين سياسيين تكنقراط تكنقراط سياسي ليس هناك شروطا وإنما الشروط المهمة أن يكون يمتلك من الكفاءة والنزاهة والتخصص ما يؤهله للنجاح بمهمته ويرى مراقبون للشأن السياسي أن عادل عبد المهدي لا يمتلك إرادة في ترشيح ما يراه مناسبا كون تكليفه جاء بصفقة وتوافق سياسي مما يضعف موقفه أمام رغبة الأحزاب في تقاسم السلطة هو مقيد الآن بشروط من الكتل التي لنقول توافقت على إيصاله إلى هذا الموقع وبالتالي لا يمتلك القوة الحزبية التي ممكن أن تساعده سيكون عرض للتساؤلات من الجميع لا يمتلك حزب لا يمتلك كتلة واحدة داعمة له إذن هو سيكون حقيقة في مهب الريح أمام جميع التيارات وفي ظل تعدد مواقف الكتل السياسية هل سيرضخ رئيس الوزراء لسطوة الأحزاب ورغبتها بالمشاركة في الحكومة المقبلة أم سيلجأ لشخصيات تكنقراط أحمد عرام الحرة بغداد